اشتركوا في القناة وكانت بالنسبة لبعض الجمهور التونسي مفاجأة كبيرة على الرغم ان حتى جمهور النجم الساحالي كان فرحان من هزيمة الترجي ولكن لما لقى نفسه يواجه النادي الاهلي ابتدت تونس كلها تتكتف امام ان النادي الاهلي اصبح يكسر شوكة الاندية التونسية وهو من يقهر كبار الكرة التونسية وحتى زي ما قال دكتور ياسر ايوب في مقاله في المصر اليوم الاهلي ودرامة الكرة التونسية والسيدة الزميلة الاعلامي صحف التونسي الاستاذ سامي حماني اللي كتب في جرنان الشروق التونسي ان الكل يتكاتف مع النجم الساطع حول الالتفاف حول النجم الساطع هو النجم الساحالي امام موجهة الاهلي المصري هنا بيبين لك الصحافة التونسية والاعلامي التونسي ماشي فاني اتجاه الناس شايفة ان النجم الساحالي الان عليه مهمة وطنية وبيمثل تونس الوحيد بعد خروج التراجي التونسي فالكل يجب ان يتكاتف معه وتلاقي حتى الصحافة التونسية كلها بتدعم فرقة النجم الساحالي لانه في مواجهة قوية جدا امام بطل القرن الافريكي زي ما هما ذكروا وضي ما هو الوضع الطبيعي النادي الاهلي هو بطل القرن الافريكي وتلاقي في حجد وتحفيز حتى داخل الميديا والاعلام التونسي قبل مواجهة النادي الاهلي الجنب الاخر تتابع المواقع المصرية ومنتهى العجب تلاقي فجأة كابتن حسين البدري عنده عروض ده كان قبل مواجهة الترجل حالك تتذكره كابتن حسين البدري عنده عروض وإن يفكر فيه الرحيل وإلى ذلك وفجأة تلاقي كل العيبة الأهلي كلها جاهلها عروض يعني تسمع نصالح جمع عنده عرض ويفكر في الرحيل في يناير تعرف على الرحلين في يناير في النادي الأهلي أحمد حمودي بيبحث عن عرض وليد أزارو بيبحث عن عرض وفجأة تلاقي الأعلام المصري بدل ما يدعم من نادي الأهلي المواصل الوحيد للكرة المصرية بيعمل تصريحات أولا ولا هي صحيحة ولا هو ده وقتها يعني نادي الأهلي سادة صحفين زمل الأعزاء هل هم مش حاسين النادي الأهلي والممثل الوحيد الفعلي للكرة المصرية الآن هل هم مش حاسين النادي الأهلي منذ آخر وطول الدورة أبطال أفريقيا لم يقفز فيها أي فريق مصري آخر هل هم مش وعيين النادي الأهلي في مهمة بيمثل فيها القرى المصرية ويمثل فيها شعب مصري بأكمله وإنه محتاج الدعم والتحفيز على الرغم من قوة وكيان وشخصية الأهلي القوية لكن يحتاج إلى الدعم ولا يحتاج إلى هذه الأخبار البعيدة تماما تماما عن الصحة كل الأخبار دي غلط وأي متابع للنادي الأهلي لما بيجي يقرأ هذا الكلام هيبتدي حس إن فيه مشكلة وهي أصلا ما فيش مشكلة إذن أنا ليه كإعلام بصدر أزمة وليه بصدر واقع مش موجود وهل هو ده التوقيت الصح أكيد لا يعني أنا جبت لحضراتكم مثال بسيط وجبت لحضراتكم مقالة كان كاتبها الدكتور ياسر أيوب وبيستشهد بها أن الإعلام التونسي وجمهور النجم الساحلي اللي طبعا كان دائما المنافسة ما بين النجم الساحلي والترجي وأيضا الصفاقسي والأفريقي دول الأربع فرق الكبار في تونس ما كان سعيد بعد خسارة الترجي ولكن الترجي خلاص النجم هيواجه الأهلي بقى كله مع النجم الساحلي حتى لما كنا بنعرض لحضراتكم بعثت فريق النادي الأهلي هناك وكل الكلام من مرسلين أو من السادة الصحفيين والسادة الأفاضل اللي كانوا مع النادي الأهلي هناك فيه ناس كانت تطلع بتقول أن فيه عربيات جاية كتير جدا من تونس العاصمة إلى سوس عشان تحضر اللقاء وتدعم النجم وذكرنا لحضراتكم كل ما كتب فيه الصحافة والإعلام التونسي عن مواجهة النجم والأهلي ما لقيتش حد بيكتب أن حمزة الأحمر عنده عرض ولا ديجو أكوستا جاهله عرضه وبيفكر في الرحيل ولا المساكني اللي ملعبش المطش الأولاني عنده عرض وبيفكر في الرحيل هو كمان كل الكلام ده مش موجود ومش موجود إلا عندنا ودي حاجة صراحة غريبة وما بتبقاش فاهم إيه السبب وهل هو ده التوقيت ولا لأ وسادة أفاضل يعني الناس الرجل الصحفي ده رجل مسؤول عن قلم وقلم بيكتب كلام بيوجه رأي عام طب هل أنت توجيهك بالرأي العام أنك تقول للنادي الأهلي كل اللعيبة بقيت فجأة عايزة تمشي هل هو ده التوقيت الصح وبعدين فين الكلام الكلام بيقول لك تلعك تنسى أضعب حفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي نفع كل الكلام ده تمام ومن الآخر أنا بقول لكم ما فيش حد يمشي ما من داخل قناة النادي الأهلي بنقول لحضراتكم ما فيش أي لعب من لعبة النادي الأهلي هيرحف في يناير كل الكلام اللي أنتو بتقولوا ده كلام بعيد تماما عن الواقع وما تفهمش ما تفهمش هل هو مش وصل له الواقع اللي فيه النادي الأهلي الآن هل هو مش وصل له النادي الأهلي متأخر بهدف في الشرط الأول من المواجهة في النجم الساحلي في سوسة ويحتاج الدعم ويحتاج التكاتف يعني تعالوا كده شوفوا منتخب مصر يلاعب الكلغو بصوا احنا وقفين إزاي وما فيش حد ما بيطلع إلا بيدعم حتى لما كان فيه انتقادات للمدير الفني هكتر كوبر الناس كلها وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة وكله قال لك الكلام ده ما ينفعش وحنتكلم على هذا الشأن ولكن أنا بتكلم أن النادي الأهلي في هذا التوقيت الصعب وبص بيكتب إيه في وسائل وكل موقع تخشت لقى عليه خبر أن فيه لعيب يعني كل واحد كده بيفابرك لعيب من عنده لعيب اللي بيحبه وما بيشاركش بقى خلاص هو هيمشي يا إما لعيب هو مش عايز يشوفه فبقى هيمشي يا إما هي بقت بالحب وبالكره ولا هي بقت بأنه منطق أنت ما بتبقاش فاهم الدنيا ماشية إزاي والصراحة النادي الأهلي ودي رسالة إلى كل سادة الزملاء في الأعلى النادي الأهلي يحتاج إلى الدعم والتكاتف النادي الأهلي بيمثل مصر في مرحلة صعبة جدا بقى لنا كتير ما خدناش دورة أبطال أفريقيا النادي الأهلي لما بيذكر لو جدنا لحضراتكم كيف يتحدث المنافسين عن النادي الأهلي هتعرف قد إيه معنى وكلمة النادي الأهلي في أفريقيا كلها مش بس في تونس ومش بس في الجزائر ومش بس في المغرب النادي الأهلي النادي الوحيد على مستوى الشرق الأوسط اللي فيه أندية أنشئت باسمه عندك ليبيا فيها اتنين أهلي ترابلس وقالي بنغازي عندك أهلي جدا في السعودية عندك أهلي دبي في الإمارات فبدل ما تبقى فخور وفرحان وداعن إلى هذا الكيان اللي بيمس المصر في مرحلة صعبة جدا بطولة بقالنا كتير ما شفناش النادي الأهلي في كاس العالم أندية محتاجين إن احنا نشوف هذا المنظر مرة أخر محتاجين إن احنا نشوف النادي الأهلي في مراتب على المستوى الإقليمي النادي الأهلي ما شاء الله على المستوى المحلي متصدر مفيش غير المستوى الإقليمي النادي الأهلي حصل على الكمفدرالية وكان فترة مفيش نادي مصر خدها قبل كده ودورة أبطال أفريقيا بقاله فترة مخدش على بطول الدورة أبطال أفريقيا لأسباب كتيرة وذكرنا لحضراتكم هذه الأسباب فوصل سيمي فاينل والكلام بدل ما تلاقي كلام اللي بيتقال من الجانب الآخر شوف الجانب الآخر بيقولك إيه بيقولك ده هو اللي دائما ما أبكى جماهير الصفاقسي والترجي ودائما شخصية وطريقة النادي الأهلي والنادي الأهلي قادر على العودة في مصر وقادر على العودة في تونس ودائما ما كان يهزم ويخطف بطاقة التآهل ونيجي احنا هنا في قناة النادي الأهلي نفكر حضرتك من أول ما النادي الأهلي شارك فيه دورة أبطال أفريقيا وحتى الآن نتائجه إيه ومنذ بداية الغزو الأفريقي في اقتناص البطولات الأفريقية من سنة 82 حتى الآن نتائجه إيه وكيف كانت الأمور في منتهى منتهى الصعوبة النادي الأهلي بيواجه صعوبات ما بيواجهش حد ولكن النادي الأهلي ما بيشتكيش هذه الصعوبات نستضيف النجوم الكبار يقولك احنا كان عندنا شخصية وكان عندنا طريقة وكان عندنا إيمان بقدراتنا ودعم الجمهور نحنا بنتحايل عشان الجمهور يحضر لن الجمهور حضر حضر تمرينا النادي الأهلي كسب التراجي في تونس بنتحايل على الدعم أن يجي دعم للنادي الأهلي فنلاقي على الجانب الآخر أخبار ما تفهمش هي المراد منها إيه أخبار عجيب أخبار صراحة عجيبة والوقت ما هواش المناسب تماما للكلام دوت وفجأة ده الكابتن حسام البادري جاي له عرض من ليبيا كل ده عشان راح سلم على رئيس نادي الأهلي ترابلس الليبي اللي كان بيدربه حصل معه على بطولة وتلاقي مش عارف مين عشان ما بيلعبش لا أصل هو جاي له عرض لا أصل هو وحش لا أصل هو حل لا أصل هو مش عارف إيه كل ده تمام كل دي اجتهادات أنت حررت بتكتب بناء على اجتهادات ولا بتكتب بناء على أن أنت عندك معلومة صحيحة ولا أنت بتكتب وخلاص ولا أنت بتكتب عشان تعمل مشكلة وتصدر أزمة بدل ما تدعم أنت بتدعم بلدك لما بتدعم النادي الأهلي بتدعم مصر بص قوام منتخب مصر فيه كم لعيب من نادي الأهلي من ولاد النادي الأهلي بص قوام النادي الأهلي فيه كم لعيبة من ناشئين النادي الأهلي وبص على أي منتخب في أي رياضة هتلاقيه هي هي دي المعادلة نادي الأقل كويس منتخبات مصر كويسة فالكلام اللي بيطلع بناء على إيه ويطلع الراجل يكذب عندنا ويطلع صالح جمعة يكذب عندنا ويطلع كابتن ساد عبد الحفيز يكذب عندنا ليه كل الكلام ده وليه نصدر أزمة ده أنا جايب لكم الناس اللي احنا المفروض سابقنا مصر سابق كل الوطن العربي بمراحل كتير جدا في كل الأنشطة وفي كل الأنظمة وفي كل حاجة احنا أول بلد عربي فيها تلفزيون مصري فيها قنوات تلفزيون أول بلد دولة عربية فيها صحافة أول دولة كان عندنا دكاترة وبنصدر دكاترة ومهندسين كل المجالات احنا سابقين الناس بقى دلوقتي هي ناحية تانية اللي بتتكاتف وبتدعم وإحنا هنا اللي بنفتت وبنشتت طب ليه؟ موضوع الصراحة فيه منتهى العجب ويجب أن الناس تراعي الوضع تراعي الوقت تراعي المعلومة الصح الحبيبي عايز تعرف أي معلومة عن ندي الأهلي عندك مدير الكرة في ندي الأهلي عندك دكتور ياسر أيوب رئيس المنظومة العالمية عندك الموقع الرسمي عندك حاجة كتير أو مصادر تقدر تتأكد منها ولكن إنك تتع تتكلم وخلاص وفجأة ده فيه أزمة فيه المعسكر في تونس ما بين صالح جمعة والكابتين حساب بدري وفجأة لو تتفتكروا مشكلة حسام غالي وحسام عشور وفجأة مشكلة حسام غالي وعبدالله السعيد وفجأة يطلع لك أصل عبدالله السعيد اتقبض عليه في ألمانيا فجأة واتعجب وانت الصراحة وانت كمواط المصري بتندهش ده وضعك الطبيعي بس بتندهش أكتر بقى في أحوالنا ديك ندي الأهلي هو صانع الفرحة المصري مش هعد أجيب بقى لحضراتك أستاذ عمر أديب قال إيه ومين قال إيه وهو فعلا الواقع الطبيعي وهو صانع الفرحة المصري هفكر حضرتك إن من سنة 82 ندي الأهلي خد دورة أبطال أفريقيا خدها من أقوى المنتخبات ندي الأهلي ما كانش بلعب أندية في هذا التوقيت فكر حضرتك بمرورة الإحلال والتجديد في داخل مرحلة التسعنات النادي الأهلي كان بواجه إيه وقدر يكسب إيه النادي الأهلي ده هو سبب تغيير مسمى دورة أبطال أفريقيا إلى هذا المسمى وتطوير البطولة للنظام الأوروبي كان النادي الأهلي عدم مشاركة النادي الأهلي ومقاطعته ليه هذه البطولة لأن إجراءاتها وأصول تنفذها ما كانتش على المستوى المتلائم مع العصر النادي الأهلي هو السبب أنه هم يغيروا إلى مسمى دورة أبطال أفريقيا ويبقى فيها بقى سبونسرشيب واستثمار وتسويق وتبتدي بقى الخناءات بتاعت الحقوق ومين هيحط إعلانه فين والكلام ده بسبب النادي الأهلي وأقول لكم بمنتهى الصراحة النادي الأهلي ما بيطلع من أي بطولة كل الشركات الإعلانات وكل الشركات اللي هي بتبقى عايزة تاخد حقوق بتبقى بالنسبة لها يعني الموضوع حاجة كبيرة جدا يعني لأن خسر نسبة مشاهدة غير طبيعية النادي الأهلي عنده متابعين ومشاهدين في كل مكان في العالم هتروح أستراليا هتلاقي هتروح أمريكا هتلاقي هتروح روسيا هتلاقي جاليا مصرية بتحب النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي هو ده قدر النادي الأهلي ربنا خلقه كي يبقى في هذه المكانة ونادي القرن دي ما جاتش كده نحن بنقعد وبنجيب وبنجيب تواريخ وبنجيب ناس وبنجيب مئة سنة أهلي وبنجيب لحضراتكم هنا كل نجوم النادي الأهلي على مدار التاريخ وبنجيب رؤساء الأندية على مدار التاريخ وده ننفذ ايه وده عمل ايه والقرار والدنيا كانت ماشية زيه هتلاقي دائما الأمور منذ فكرة تأسيس النادي الأهلي حتى الآن الدنيا مش ماشية كده بمنتهى السهولة فيه فكر وفيه طرق وفيه استراتيجيات وفيه وعي وهو ده مجلس دارة النادي الأهلي على مدار تاريخه وهل هو من الفكر ومن الوعي أن أنا ماشي قوان فريق دلوقتي النادي الأهلي عنده مروان محسن فيه إصابة وعنده كلبالي هرب وعنده جونيور أجيي ووليد أزارو وعماج متعب وأحمد ياسر ريان هل من الطبيعي أن أنا ماشي أزارو؟ فيش الكلام ده؟ ما فيش الكلام ده؟ هو الناس بتتخيل وبدل ما بتدعم احنا برضو تحدثنا كتير أن الناس بتقول كلام مغلوط ولكن التوقيت يا جماعة دلوقتي لازم نتوقف فيه لازم نتحدث مرة أخرى لأن التوقيت توقيت صعب التوقيت توقيت يحتاج إلى الدعم بصوا احنا بنعمل ايه مع مصر؟ وما يكتب على منتخب مصر؟ وما يكتب على النادي الأهلي آه طبعا المنتخب ومصر ومصر قبل كل شيء وكل سنة وحضراتكم طيبين دخلين على أعياد 6 أكتوبر وعيد الفخر والشرف ليس لمصر بس لأمة العربية كلها ولكن النادي الأهلي بيمثل مين في بطولة أفريقيا؟ للسادة اللي بتكتب اللي بيطلع يختلق ان دلوقتي الراحلين وأزمة الراحلين هقول لحضراتكم على موضوع كابتن سادة عبد الحفيز وموضوع الراحلين قال لك النادي الأهلي لم يتلقى أي لعب الفريق أي عروض احترافية مشددا أنه كل ما نشرح حول تلقي بعض الراحلين الخارجية هو أمر غير صحيح وأكد الساد كابتن سادة عبد الحفيز أنه جهاز الفني يرفض بشكل قاطع التفريط في أي لعب من الفريق حاليا مؤكدا عدم وجود أي عروض لأي لعب حاليا وشدد أن الفترة اللي جاي فترة مهمة وتحتاج لتركيز تام من الجميع داخل النادي الأهلي من أجل مباراة الدوري ولقاء العودة بيتدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا ده كلام كان مهم جدا وجبت لحضراتكم الناحية تانية بتقف جنب فرقها إزاي وكيف بعض وسائل الإعلام برضو أنا لازم أقول بعض وسائل الإعلام اللي فيه وسائل الإعلام محترمة فيه وسائل الإعلام فعلا بتدعم الأندية المصرية وبتتكلم كويس احنا مش قصة أنهم يتكلموا كويس عن الأهلي ولكن يتكلم كلام الصح عن نادي الأهلي نادي الأهلي نهاردة بيستقنف تدريباته على ملعب التتشي بي الجزيرة وتمرين كان أقيم فيه تمام الساعة الخامسة وابتدى في الخامسة ونصف شارك فيه التمرين كل لعيب نادي الأهلي عدا عماد متعب كان اعتذر لبعض الأسباب أيضا أحمد حمودي اعتذر لبعض الأسباب وباقي اللعيبة اللي لم ينضموا إلى المنتخب المصري شاركوا كلهم في التمرين نادي الأهلي كابتن حسين البدري بيفضل أنه يلعب ماتشودي قبل مواجهة الاتحاد سكندري يوم 12 أكتوبر المقبل حيواجه خلاص تقر على مواجهة فريق أفسي مصر أفسي مصر من الفرق اللي كانت خريبة جدا أنها تصعد لدوري المنتز في أحد المواسم وهو في دوري الدرجة الثانية وهذه المباريات أو نعاية المباريات الودية اللي النادي الأهلي وكابتن حسين البدري دايما بيسع إليها عشان يجهز كل قوام الفريق في لعيبة مش مؤيدة أفريقيا كان طبعا على رأسهم إسلام محارب أيمن أشرف الناس اللي داخل الجديد ولم يتم قيده من الكابتن حسين البدري عايزي يجهزهم أيضا مع اللعيبة اللي لم تشارك كثيرا عندك عمر بركات وميدو جابر وإلى ذلك كل باقي قوام فريق النادي الأهلي يجب تجهيزه وإنه ياخد مباريات عشان يبقى في مستوى لياقة المباريات وحس بإحساس المطشاط وأيضا ياخد نفس الحمل اللي كان الناس اللي في تونس عندها مطشنت على فكرة النادي الأهلي في أسبوع واحد راح لعب الأهلي وزمالك بتوع تونس وديم السهل على أي فريق أنك تروح تلعب برشلولة وريال مدريد في أسبوع واحد تروح تلعب منشستر ونايتد ومنشستر سيتي في أسبوع واحد تلعب في فرنسا تروح تلعب باريس سان جرمان ومارسيليا في أسبوع واحد حتى باير ميونيخ ودورتمون في أسبوع واحد شيء في منتهى الصعوبة ولكن لما الناس دي بتلعب كده ما حدش بيقول لك أصلي فيه عروض لروبن ولا فيه عروض لريبيري ولا فيه عروض لكذا ولا فيه عروض للا تلعي كل الصحافة بتدعم الفريق اللي بيمثل بلدها كابت حسار بدري كانت دا لعيبة راحة سلبية بعد العودة من رحلة تونس الشاقة اللي كنت ذكرت لحضراتكم كان فيها مطشين على أعلى أعلى مستوى من ناحية الفنية والبدنية والنفسية لأن كان فيه ضغوط كبيرة جدا على بعثة النادي الآلي ما مطش الترجي انت بترجع من تأخر أو تعادل إجابة فيه مصر وعايز تروح تكسب هناك وربنا ادى لك المراد لأنك لعيب تمطش جميل جدا وكان شكلك أفضل وبتلعب كرة أمام فريق بيحاول يلعب كرة نفس الشيء أمام النجمة ولكن النجمة ظروف المطش وظروف الضغط اللي كان حصل من أول فندق الإقامة لحد ملعب المباراة الكل كان بيهتف للنجمة الساحلي عشان يحاول يقول للنادي الآلي لا احنا تونس موجودين وده الفارق ايضا الكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامير عدي كان اعفوا الست اللي هو عشرين شمس كانوا في تركيا النادي الآلي بيصمم زيه الجديد ودائما ما بيذهب منذوب النادي الآلي عشان يشوف آخر الإجراءات للطاقم الجديد النادي الآلي برضو قمة في الشياك على مدار التاريخ تفرج كده على قمة الشياك تفرج على قميص النادي الآلي هتعرف مستوى الشياك في الرياضة لان دلوقتي الاندي ده اصبح جزء من التسويق دلوقتي لما تيجي تتكلم يتقول لك ده بص ريال مدريدي بتيشرت أو قميص الجديد شكله عمل ازاي تروح ليه فريق زي برسلون يقول لك بص ده اللون الكذا في التشيرت اللي هي اللي بيلعبوا فيها في المتشاط اللي بره القوي شكله حلو قوي منشستر سيتي يقول لك افضل حاجة في منشستر سيتي غير جراديولا اللي بصم اللون الازرق جميل يقول لك ده بص تشيلسي غير الراعي من الشركة الفلانية فبقى شكله طبعا التصميم من اهم الحاجات اللي بتؤدي الى كثرة الاستثمار انك بتعمل حاجة شكلها جميلة الناس كلها بتلتف حولها وانت النادي الاهلي يعني عنوان الشياكة في الكرة المصرية ايضا فيه خبر مهم جدا وهو ان الاشعة والفحص اللي تم على عبدالله السعيد اثبتت انه ما كانش عنده تمزق وانه كان عنده شد شديد للعضل الخلفية احنا انا تحدثت مع حضراتكم واتكلمت في هذا الامر واحنا لما حدثت اصابة عبدالله السعيد مع فريق طبعا النادي الاهلي امام النجم السحالي كان النادي الاهلي فيه تونس واجراءات وتأخر بهدف وهزيمة فيه اللقاء الاولاني فالبعثة كانت راجعة فما كانش النادي الاهلي لحق انه يعمل اشعة طبية على عبدالله السعيد عشان يعرف مستوى وحجم التمزق او الاصابة اللي موجودة عنده فلما جيه النادي الاهلي الى القاهرة طبعا عبدالله السعيد بينضم لمنتخب مصر فمنتخب مصر لما اجرى عليه هذه الاشعة اثبتت انه المزق او الشد اللي موجودة عنده عبدالله السعيد مش من الدرجة الاولى ولكن هو شد شديد شوية عبدالله السعيد في الفترة اللي فاتت مع الحمل الكبير اللي والادوار الكتيرة اللي بيعملها داخل فريق النادي الاهلي سواء من ناحية الدفاعية سواء من ناحية الهجومية والمباريات كسرة المباريات والضغط سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر فالحالة البدنية للنادي الاهلي صراحة يعني ربنا يكون فعون كابتن انيس الشعلالي واحد من الناس اللي بتتسبب ان النادي الاهلي بيكون متسايد في الشوط التاني لو رجعنا كده مع حضراتكم على مدار الموسم السابق وحتى في دورة ابطال افريقيا بصوا متى يعود النادي الاهلي ومتى يسجل هتلاقي ان الفارق البدني دائما في مصلحة النادي الاهلي متى يعود النادي الاهلي ده معناه ان النادي الاهلي في لقاء النجم او في لقاء التراجي كان متأخر بهذا ولكن دائما شوت التاني النادي الاawning بيركب المطش بيركب المطش من ناحيتين تغيرات الفنية اللي بيعملها كابتن حسان البدري وبيغير شكل الأداء وايضا التغيرات التدريب البدني والتأهيل البدني اللي عمله كابتن انيس الشعلالي بطبعا تحت الإدارة الفنية لكابتن حسان البدري اللي ده الموديل الفني وده مدرب الرقة اللي البدنية او المدرب الأحمال البدنية اللي مسؤول عن الفريق وده بيصب مع الكابتن حسان البدري عشان يعمل الدور الفني اللي بيعمله لما يكون عندك مدرب لقبة دانية على أعلى مستوى هيحللك حلول كتير جدا وهيمنعك من مشاكل كتير جدا وأغلبها قصرة الإصابات الإصابات اللي بتحصل في النادي الأهلي دي إصابات طبيعية جدا يعني حتى الأندية وهستشهد ببرشلونة وريال مدريد على فكرة أسبانيا في موضوع التأهيل الطبي هم رقم واحد في العالم حتى سبقوا ألمانيا إلى حد ما سواء من الفلسفة القراوية وطريقة اللعب وأيضا في موضوع التأهيل وتفادي الإصابة اللي هو الهابلتيشن بري هابلتيشن وده الفلسفة الجديدة والتقدم في كرة القدم طبعا في الكرة الحديثة وهو أقول لحضركم بعض الأمثلة تفرق كده إنياستا لما بيصاب يقع لديه عبالة ما بيرجع وتفرق كده كريستانو رونالدو لما بيصاب يقع لديه عبالة ما بيرجع وده بيلعب في برسولونا وده بيلعب في ريال مادريد تفرج على روبين وهو في ألمانيا بيتصاب قد إيه وكمية الإصابات قد إيه فالكرة الأسبانية والفلسفة الأسبانية والاتحاد الأسباني توصل إلى حاجات جديدة في كرة القدم وأبرزها كيفية تفادي الإصابات وده بيخش فيه أخصائي الأحمال البدنية لأن بيبتدي يعمل قياسات نبتدي بقى نتكلم شوية ثانيات عشان حضرتك تبقى فاهم موضوع دوت بيبقى ماشي إزاي عشان لما نيجي نربطه بمع حدثة مع عبدالله السعيد تبقى فاهم الأمر كله بيجي يعملوا قياسات لكل اللعيب كل اللعيب مختلف عن التاني طبعا في حاجات بيحتاجها اللعيبة وده برضو من الحاجات اللي اتكلمت عليها قبل كده إن النادي الأهلي النادي الوحيد في مصر اللي عنده أخصائي تغذية والدكتور هاني وبيقوم على أكمل بدوره على أكمل وجه وده ضمن الجهاز الفني وعشان كده كان الحسام البدري يتالع عليه مدير فني لأنه بيدير منظومة هذه المنظومة فيها جوانب فنية فيها جوانب بدنية فيها جوانب طبية فيها جوانب إدارية كل جانب النادي الأهلي هو مؤسسة تخصصات وقيادة فريق بحجم النادي الأهلي لما تبقى مدارب النادي الأهلي أنت بتدير منظومة هذه المنظومة دورها كله أنها تخدم على فلسفتك وطريقتك عشان تقدر تحقق المطلوب منك كأدوار فكابت الحسام البدري ومعه الدكتور هاني ومعه أنيس الشعلالي بيعملوا القياسات وبيبتدوا يحطوا التدريبات بناء على هذا الأساس أنا عندي المستوى طبعا لازم تعمل القياسات لأن الأرقام ما بتجدبش هتعرف أنت فين بداية أي موسم تبتدي تعمل القياسات عشان تعرف أنت فين القياسات هي عبارة عن الوزن وطول وإلى ذلك وتبتدي بقى بعض الاختبارات لقوة لياقة اللعيبة قوة العضلية في الإنقباض والقوة العضلية سواء في الجاري والأحمال والكلام ده كله بحيث أن أنا ببتدي أقسم فرقتي إلى مجموعات يعني هديها كده لحضراتكم ما ينفعش أجيب لعيب سريع جدا ودخله في مجموعة مع لعيب إلى حد ما مرتم بطيء في الجاري لأن اللعيب السريع جدا لما هيجري معه اللعيب اللي لحد ما بطيء في نفس المجموعة في التدريبات البدنية ولا ده هيستفاد والتاني هيصاب اللعيب البطيء هيحاول طبعا يتنافس معه فهيقوم عامل مجهود زيادة عن قوة عضلته فيبتدي إيه يتمزق الناحية التانية تم وكده كده اللي جنبي ما هو السريع زي فأنا إيه اللي هيديني الحافز إن أنا أكمل بيه المستوى القوي أو أقوى قوة عندي فعشان كده بيعملوا قيسات وإيه تبتدي تتقسم كمجموعات ودي المجموعات اللي أنت حارك بتشوفها ياريت زملائنا في الأخراء يجيبوا كده التدريبات بتاعت الكابتن أنيس الشعلال يتلاقي كل يعني الفرقة كلها متقسمة من المجموعات بناء على هذا المنوال ييجي بعد كده هناك في إسبانيا يبتدي يتدخلوا في طرق الأكل واسلوب المعيشة والمناخ والكلام ده كله طبعا هناك دي ثقافة النادي الآلي من الأندية الأوليالة على مستوى الشرق الأوسط اللي بيطبق نظام الاحتراف يعني أنت بتحس أنت فعلا كل حاجة فيها التزام كل حاجة فيها قواعد كل حاجة فيها أسليب ودايما إلى حد ما قافل على نفسه في كل هذه الأمور فالمنظومة إلى حد ما احترافية بشكل كبير جدا مقارنة بالوضع اللي موجود فيه الشرق الأوسط ففي أوروبا اللعيب ما بيحتاجش نصاح كتير أنه إزاي يحافظ على نفسه طريقة إيه الأكل المناسب ليه إحنا هنا طبعا بنحب الفتا ونحب نفتح فيه الأكل ولكن ما ينفعش في كل الأوقات تفتح فيه الأكل فتلاقي هناك اللعيب نفسه رقيب نفسه يعني مثلا الكل بيكلم وبيشوف ميسي وكريستيان كل واحد بياخد كام في السنة واحد بيعدي عقده إلى 20 مليون يورو 23 مليون يورو وعنده مثلا في البنك أكاونت بتاعه في الحساب الشخصي فوق الكام يعني نتكلم فيه دلوقتي ممكن في مليارات طب إيه اللي بيخليه ينزل تاني يوم الصبح التمرين الساعة 8 صبح وينزل يروح النادي عشان يكون جاهز في التمرين بتاع 9 الصبح وفيه بعض اللعيبة بتروح 7 الصبح وبعدين تيجي تلاقي مثلا لعيبة ريال مدريد ولعيبة برشلون يجي يتكلم يقولك أنا كريستيان ورونالدو كنت بقى يعني خامس رودريجس قالك أنا أول ما انتقلت ريال مدريد فقلت أروح بقى إيه بدري شوية عن التمرين ساعة لربع عشان أبقى إيه من اللعيبة كده خلاص يعني من أول اللعيبة وبقى أباين أن أنا ملتزم فراح لقى كريستيان ورونالدو سابق بساعة ونص ما هو عشان تبقى أفضل لعيف في العالم ما هو مش بالكلام ومش بالهكس بالشغل وبالمجهود وبالالتزام قادي كابتن أنيس الشعلالي ودي المجموعات اللي قلت لحضراتكم بيبتدي يقسم اللعيبة فيها على حسب قدراتهم البدنية والقياسات والشغل اللي هم عاملينه معه على مدار الموسم وانت دلوقتي بتاخد نتائج سمار هذا الأداء طبعا كابتن حسام غالي بيبتدي كابتن القائد الفرقة وهتلاقي معاه واحد في نفس الطريقة بيبتدي يشتغل معاه الشغل بتاعه ودي تمرينات توفقية عشان رد الفعل السريع بتقال عليها كوردينيشن سريع للعيبة اللي بسيط هتلاقي مؤمن واللي بيجري جنبه في نفس الطريقة دي حجازي جنبه نجيب ده مساك وده مساك هتلاقي السرعات قريبة لأننا لو حطيت تفاوت هيحصل عندي مشكلة في الإصابة أكمل مع حضراتكم في موضوع كريسيانو رونالدو وميسي طب ده الرجل ايه اللي بيخليه روح عندي فلوس في البنك يعني اتغطيني طول حياتي وحتى يعني لولادي ولاد ولادي والكلام ده كله التموح ايه اللي بيخلي كريسيانو رونالدو ويمان بدري ويبقى مركز وينزل نفس الشيء بالنسبة لميسي ما هو مش هيفضل كل واحد فيهم ياخد واحد ياخد خمس مرات الكرة الدباءة واحد اربع مرات وهو ما عندوش تموح وجود ميسي يقوي كريسيانو وجود كريسيانو قوي ميسي لأن فيه منافس اول ما منافسة بتتشال خلاص يبتدي التموح ويقل ويبتدي تحس ان انت راك لكن في الاول وفي الاخر هما مش محتاجين حد يقولهم انزل الملعب وكذا والكلام ده كله هو عارف ورسم لنفسه منهج بل كريسيانو رونالدو عامل لنفسه في منزله الخاص طرق عشان يعني زي مختص خاص انا بحاول سهل على حضراتكو عشان تفهموا ان الوعي اللي موجود داخل الاطار الاحترافي في الخارج بيبقى مردود الاجابة ايه نفس الشيء بالنسبة للنادي الاهلي وده اللي حصل مع عبدالله السعيد لما حصلت الاصابة كل قال اتناشر يوم وكل قال وهو الاشاعة هي اللي حددت ان شاء الله وارد جدا ان عبدالله السعيد يبقى جاهز للقاء النجم السحالي الاخر وايضا للقاءات الدوري العام وزي ما قال الكابتن سيد عبدالحفيز ان دي سلامة الكابتن طبعا عبدالله السعيد دي بشة خير وانه بيتمنى ان هو يلحق بلقاء المنتخب لان دور عبدالله السعيد سواء في المنتخب او في المنتخب او في النادي الاهلي على اعلى مستوى من الاهمية لانه من اللعيبة اللي حلولها كتير من اللعيبة اللي بتفيدك في كل الجوانب يعني عبدالله السعيد في مطش الترجي يمكن ما كن الأولاني ما كناش حاسين بيه جدا في نص الملع وكابتن حسين البادري اداله دور كطرف يمين أو كجناحة أيما عمل لك الجون من الأهداف اللي أحرازها النادي إله هدف الأولاني بتاع معلول اللي كان عمل العرضية عبدالله السعيد فحتى وهو مش في حالته الفنية اللي هي 100% بيدي لك برضو بيعمل لك أسست وبيصنع لك أهداف وفي يعني طبعا الترابط الكبير اللي ما بينه وبين محمد صلاح ونفس الترابط اللي كان موجود ما بين أبو تريكا ومحمد صلاح وأبو تريكا وبركات ده عايز ده وده عايز ده ده عنده قدرات جميلة جدا وقاوية جدا في التمويل والتمرير وده عنده قدرات قاوية جدا في السرعات الجاري في خلف الديفنس فده محتاج ده وده محتاج ده هي مجموعة كده بتكمل بعض وبتبقى دعمة كبيرة جدا حتى في لقاء أوغاندا اللي فات كان الأسست جاي من عبدالله الصعيد والمحرز محمد صلاح دي من الحاجات اللي كانت موجودة عايزة أقول لحضراتكم نادي النجم الساحالي التونسي أعلن عودة البدوي وأكوستا ديجو أكوستا ده فاريس مهاجم النجم الساحالي واحد من هدفين بطول الدوري أبطال أفريقيا ورئيس نادي النجم الساحالي قال أن الفريق جاهز له مواجهة الأهلي السيد ريدا شرف الدين رئيس مجلس دورة النجم الساحالي أكد أن فريقه جاهز لمباراة الإياب أمام النادي الأهلي في نصف نهاية دورة طال أفريقيا مؤكدا أنه كان يأمل فيه الخروج من ماتش الزهاب نتيجة أفضل من كده وقال في تصرحات لصحف التونسية أن التأهل اللام يحسب وأن مباراة الإسكندرية هتكون فاصلة والحصوص المتساوية بين الفريقين وقال لك أن النجم والنادي الأهلي هم على أفضل مستوى من الناحية الفنية على المستوى أفريقيا كلها وده كلام مهم لأنه بيعكس لك مدى أهمية اللقاء وأيضا الناحية الثانية شايفينك إزاي خليني برضو أخدكوا بقى لما تتكلم على منتخب مصر منتخب مصر مكتمل الصفوف إن شاء الله أمام فريق أو مواجهة أغاندا يوم الأحد المقبل منتخب مصر داخل مرحلة مهمة جدا في تاريخه منتخب مصر فيه فترات على مدار 27 سنة منذ كاس عالم 90 اقتنصنا التأهل ولكن في 94 ولكن ما تفهمش إيه اللي حصل والتوبة بتاعة ماتش زنبابوي فابتعدت الأمور تماما بعد كده دخلنا تصفيات كاس عالم 98 لما يعني يحالفنا الحظ وكان منتخب المغربي هو اللي تأهل على حسابنا ثم كاس عالم 2002 نفس الشيء وبعدين كاس عالم 2006 كان كاس عالم 2002 كان منتخب السنغال لو حضراتكم تتذكروا على الرغم نحن كان عندنا منتخب قوي جد في 98 كان عندنا منتخب قوي جد وفي 2006 كان عندنا منتخب قوي جد هذه كاس عالم 98 أمام حضراتكم ودي حزم إمام وحسام حسن وعب سطار وإحمد حسن سقر فرقة كانت على أعلى مستوى كابتن محمود الجهري فلم يحالفنا الحظ في هذه البطولة ودي طبعا حسام حسن وعودته مرة أخرى للتهديف ومدير الفني لما يبقى مقتنع بهدافه وما فيش يعني برضو لما نجي نتكلم على الفراودة وحسام حسن موجود يعني هو النموذج يعني نو كومنت فمرورا بقى في 2006 تأهل على حسابنا منتخب كوتيفور وفي 2010 كان تأهل على حسابنا منتخب الجزائر في 2010 كنا قريبين كانت فرقتنا على أعلى مستوى برضو لعبنا ماتش فايصة لأمام الجزائر في السودان نفس الشيء في 2002 كنا قريبين باللعب الجزائر ولو كنا حققنا نتيجة إيجابية في الجزائر وعلى الرغم من يعني نحن تعديلنا هناك وكان فيه دايما الفرص بضعاعة وحتى كان فيه حملة لنفك النحس والكلام ده كل منتخب مصر وهذا الجيل عنده كل القدرات إنه يتأهل لكاس العالم أولا أحد هذه الأسباب مدرب الناس ما بتحبوش قوي وهو هيكتور كوبر بس أفكر حضراتكم بداية تولي هيكتور كوبر لأدي كاس أمم 2010 والهدف الشهير بتاع جده ومحمد زيدان كان عندنا فرقة جمدة جدا يعني كمية حلول غير طبيعية ودي كابتن حسن شحطة فيه لأدارة الفنية وأبو تريكا وعندك حسام غالي وأحمد حسن سقر وحسني عبد الرب وحسام القضري ومحمدي وسيد معوّة ده يعني فرقة كلها حلول تيجي تتكلم أنا سعيدة هو واحد برضو من اللعيبة الجمدة جدا اللي كانت موجودة فكلها حلول وفي الآخر كنت قريب وتعدلت أمام زنبيا هنا وتعدل اللي كانت في القاهرة بعدك كتير الأمور دلوقتي إلى حد كبير جدا مختلفة برضو في كاس عالم 2014 مع برادلي الهزيمة القاسية أمام غانا الدوري كان واقف محترفينك مش كتير أدي برضو كابتن حمد حسن عميد لعيب العالم واحد من اللعيبة الجميلة جدا خلقا وأداءا وأسلوبا ونموذج الصراحة لكل الأجيال فالموضوع كان مختلف إلى حد كبير ما بين وضع برادلي ووضع كوبر برادلي كان معها فرقة كويسة جدا مسكنش معها دوري كانت الأمور السياسية في مصر في ممتها الصعوبة الصراحة والراجب اللي كان بيعاني وكان بلعب في الجونة واللعيبة لو ذكرنا الأسامي بقى والجمعة وأبو تريكا وصلاح وبرضو لعيبة من الموجودين دلوقتي يشريف إكرامي وليد سليمان نجوم كبار يعني كانوا موجودين بس كان البلد ما كانش فيها دوري ما كانش فيه استقرار الفارق أن لعيبة منتخب مصر ظهر لها من الأجيال الجديدة بقى دخول تريزي جي ورمضان صبحي التواهج اللي بقى فيه عبدالله السعيد تواهج المحترفين تدلوقتي بسم الله ما شاء الله عندك النيني في الأرسنل عندك رمضان صبحي ستاك سيتي عندك المحمدي في أستون فيلا عندك حجازي في وصف رومش ألبيون عندك محترفين حد سوالحرك عندك تريزي جي بيلعب في أسن باشا في تركيا كوكا بيلعب في سبورتين براجا في البرتغال القوام عندك فيه محترفين كتير في نفس الشيء عندك اللعيبة المحلين سواء في أهلي أو في زمالك على عقل مستوى النادي الأهلي ما شاء الله ماشي فيه دوري أبطال أفريقيا بشكل كويس ووصل ليه دور قبل النهائي فاللعيبة جاهز الدوري العام بيطلع لك بعض اللعيبة ميستر كوبر من المدربين النمطيين فمش هياخد لعيبة بره فكره أو لسه لعيبة هيكتشفه جديد كتير أنا صراحة كنت شايف إن المهاجم الإنتاج الحربي عمر السعيد يتم منضمامه زي برضو فيه وجهات نظر أخرى بتقول إن اللعب عمر مرعي مهاجم الصفاقسي يتم استدعاء ولكن ميستر كوبر من المدربين النمطيين يعني هو فكره في كرة القدم أولد فاشن فوتبول شوية السن وطريقة الأداء ولكن هو منظم لأبعد الحدود وتنظيمه هو لأحد أهم أسباب إن وجود المنتخب في هذه المكان كرة ميستر كوبر مش هتعجبك أداء ميستر كوبر ما هوش الأداء الجميل اللي أنت بتدور عليه وإحنا هنا بطبيعتنا في مصر يعني حتى النادي الأهلي شعبيته إن كرة النادي الأهلي حلوة وكرة النادي الأهلي بتبحث عن الفوس وهدي لك الأمثلة كل على مدار التاريخ منذ إنشاء النادي الأهلي حتى الآن هتلاقي دايما أحرف حريف موجود في النادي الأهلي في البداية بقى مكاوي وبعد كده تخش على صالح سليم وطه اسماعيل وإلى ذلك ودخولا بقى لصفة عب حليم محمود الخطيب طبعا واحد من أبرز المواهب المصرية عبر التاريخ والتمانينات هتلاقي كمان طلع مصطفى عبده طهر أبوزيد ونجوم كبار كلهم حريف الكور تخش بقى على التسعينات وليد صلاح الدين ووجود هادي خشبة والنجوم اللي كانت طلع جديد لايما تلاقي يعني عندك حريف مسايد عبد الحفيز النادي لأهل الكورته هجومية فالناس في مصر بتحب الكورة الجميلة بتحب الكورة اللي فيها باس كتير الكورة اللي فيها لمحات جمالية كتير الكورة اللي دايما الأمان وكابتن حسن شحاتة مع الحلول اللي كانت موجودة معاه اللي ذكرتها لحضراتكم يعني كلها لعيبة كورة واسلوب كابتن حسن شحاتة حتى هو لعيب يعني دايما دي بتأثر شوية المدير الفني لما بيبقى مركزه بيأثر على طريقة أداءه فكابتن حسن لعب وسط مهاجم فبيحب ان هو يلعب كورة هجومية لحد كبير على الرغم ان في بعض الاوقات يعني كاس أمم 2010 كتحسن شحاتة كان بيدافع بيلعب على المرتدات بس بشكل قوي والمرتدات فيها قوام حلو يعني فيها كام لمسة جميلة وكان عندك اللي اللي بتأدي ده كسبت كاس أمم إفريقيا فميستر كوبر على مدار تاريخه هو مدرب دفاعي لحد النبي بيميل إلى التنظيم الجيد بيرس لعبته بشكل كويس قوي ما بيحبش فريقته تستقبل أهداف فلما بيعمل هذا القوام وهذه الطريقة الجمهور المصري مش حاب وده وضع طبيعي يعني مش حاجة انت بتحب المدرب اللي لعبه الكورة ولكن دلوقتي بقى فيه واقع انك قريب من التأهل بقى فيه واقع انك يعني مستر كوبر قبل ما يستيله منتخب مصر منتخب مصر ما كانش بتأهل لكاس الأمم واستطاع ان يفوز على غانا هنا في مصر ويفوز على ناجيريا هتكلم بقى لكاس الأمم يفوز على ناجيريا هنا في مصر وتعادل مع ناجيريا هناك واحد واحد برضو محمد صلاح والتمريغ السحرية اللي من رمضان صبحي وتأهل إلى كاس الأمم وصل إلى الفاينل لكاس الأمم ولم يكن أداء منتخب مصر الأداء الجميل ولكن فيه حاجات اتفكت كسبنا المغرب وكسبت غانا مرة تانية كسبت غانا في تصفيات كاس العالم 2-0 وكسبت بروكينا فاسو وتعدلت أقام عمالي وكسبت أغاندا فالنتائج مع مستر كوبر مبشرة مرورا بقى بتصفيات كاس العالم حصل عندك دروب ودروب اللي انت وصلت عندك المخزون الاستراتيجي للقوام الرئيسي الناس كلها ستنفذت بدلين سواء لعيبة النادي الأهلي أو لعيبة منتخب مصر وعلى فكرة لعيبة المنتخب بعد كاس الأمم حتى لما ترجع عندياتها اللعيبة المحترفة ما بيبقاش مستوها بنفس الشأن ودي مشكلة كبيرة جدا في الأندية الأوروبية مع لعيبة الأفارقة إن كاس الأمم بتأثر عليهم كتير جدا في مشوارهم مع النادي وفي مشوارهم مع بطولاتهم إن هم بيشاركوا في دولة أبطال أوروبا وفي أندية بتشارك بقى في الكاس وكاس الرابطة مثلا في إنجلترا أنا أخذ مسأل بصلاح ورمضان صبحي وهو خلافه فكل هذه الأمور قدت إن الاتحال الأفريقي ابتدى يفكر وابتدت فيه أصوات كبيرة جدا عدله معاد البطولة لأن الأندية اللي بيلعب فيها لعيبة المحترفين بقى فيه منتخبات لعبتها المحترفين ما بتجيش بقت بتفضل أنها تركز معا عنديتها لأن النادي هو اللي بتفعله مرتبه ومرتبه ما بيبقاش قليل واللعيب الأفريقي في الاحتراف نموذج صراحة بيتأقلم على أي وضع فهو بيبقى ولاءه الأكبر يعني هو بيبقى فيه معادة يقولك country versus club يعني البلد ضد النادي الفيفا بتحاول تدعم المنتخبات طبعا رهوة الأندية بتحاول تدعم الأندية لأن الأندية اللي بيجي فلوس والفلوس بيجي من الدورة بيجي من بطولاته بيجي من كل هذه الأمور وخلافه فالاتحاد الدولي ابتدى يفكر أنه والاتحاد الأفريقي بتغيير موعد بطولة أفريقيا عشان خاطر اللعيبة اللي بتشارك مع منتخباتها تبقى جاهزة لأن النادي ما يقدرش يمنع عنه لكن اللعيبة ابتدت ما بينها وما بين مدربينها وده اللي حصل فيه منتخب غانا منتخب غانا هي لعب أغاندا وفي اتنين من أهم العناصر مش موجودين هم أولاد عبيدي بيلي جوردون وأندري أيو اتنين من أحرف اللعيبة اللي فقر الأفريقية اتنين رحلة احتراف فيه أكبر الأندية الأوروبية سواء على المستوى الفرنسي أوليمبيك مغساي أو مرسيليا في فرنسا وفرج بقى على أندية إنجلترا ده لعب في وستهم ولعب في السوانزي وده بلعب في واتفورد ولفه على أندية إنجلترا كلهم فاتنين لعبة تقال فلما يتم استبعادهم من المنتخب الغاني ده بيقولك أنهم مقوش مركزين الناس مش عايزة تيجي لأن الموعيد ما بقتش هي الموعيد والمنتخبات وإلى ذلك فأنا عشان عدم التزامهم بالمعسكرات وعدم التزامهم ما بيجوش يعني يلعبوا بالشكل اللي هم بلعبوا به في أندية فالمدير الفني اللي منتخب غانا لم يدم الشقيقين أندريه وجوردون آيو وطلع وصرح وقال إنهم مش جاهزين مستر كوبر جات اختياراته كالقاتي أحمد فتحي وشريف إكرامي عبدالله السعيد من الأجل